السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلاً وسهلاً بكم في منصة رواقم التعليمية ودورة بعنوان أساليب تدريس مهارات اللغة العربية للناطقين بغيرها نقدم لكم في هذه الدورة الأساليب والاستراتيجيات الحديثة في تدريس المهارات اللغوية استماع، تحدث، قراءة، كتابة، استقافة بوصفها مهارة خامسة تدريس وتقديم القواعد بمنح وظيفي تطبيقي عملي والاستراتيجيات الحديثة في تدريس هذه المهارات يقدم هذه الدورة نخبة من المختصين والأكاديميين الممارسين عملياً في هذا المجل فهيا نتعرف عليهم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحباً بكم معكم الدكتور هاني إسماعيل رمضان من كلية العلوم الإسلامية بجامعة غيرسو ومدير المنتدى العربي التركي للتبادل اللغوي يسعدني أن أكون معكم في دورة أساليب تدريس المهارات اللغوية للناطقين بغير العربية وأتمنى أن تجدوا في هذه الدورة الفائدة والنفر وجزاكم الله خيراً وأهلاً وسهلاً بكم مرة ثانية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم الدكتور عبدالعظيم صبري عبدالعظيم أستاذ بجامعة قطر سأكون معكم في هذه الدورة في محاضرة بعنوان استراتيجيات تدريس مهارات اللغة العربية للناطقين بغيرها أرجو لكم النفع والتوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا وائل شوكي محاضر في جامعة مرمرة سأكون معكم في دورة استراتيجيات تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها انتظروني في محاضرة التتابة أرجو لكم التوفيق والنفع بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير الخلق أجمعين سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم محدثكم السيد عزة السيد عبدالغني أستاذ اللغة العربية وآدى بها بجامعة العلوم الإنسانية والجامعة الإسلامية بقلغستان أشرف بالمشاركة في دورة أساليب تدريس مهارات اللغة العربية للناطقين بغيرها بمحاضرة تحت عوان الثقافة العربية بوصفها المهارة الخامسة وكيفية تدريسها أستاذي متى ندرس كلمات درس قبل النص ومتى ندرسها بعد شكراً أستاذي هناك بعض النسوس التي ندرسها بسيطة وبعضها صعبة لماذا؟ حسناً أستاذي عندما كنا ندرس في مجمعات كان الدرس ممتعاً جداً هل ممكن أن نكرر ذلك؟ طبعاً شكراً تفضل أستاذ زيان العزيز هل القراءة أنواع؟ بكل تأكيد سأجيبك إن شاء الله تفضل أستاذي الحبيب عندما أقرأ النص لا ستعرح أن يجيب كل الأسئلة ما السبب؟ حسناً سؤال الأخير كيف أخام من معنى الكلمات في نص القراءة؟ سأجيبك كل هذه الأسئلة سنجيب عليها في محاضرة بعنوان أساليب تدريس القراءة للناطقين بغير العربية أنا جمال يوسف وحاضر بجامعة إسطنبول ومنصف قسم اللغة العربية بثانوية بيولو للأئمة والخطباء فانتظرونا أهلاً ومرحباً بكم في دورة أساليب تدريس مهارات اللغة العربية للناطقين بغيرها وسأكون معكم رمضان سعد الشيمي المحاضر بجامعة التاسع عشر من مايو في محاضرة بعنوان أساليب مبتكرة في تدريس قواعد العربية للناطقين بغيرها مع نماذج تطبيقية عملية فانتظرونا ومع نهاية هذه الدورة يحصل المتدرب على شهادة معتمدة من منصة رواق وذلك بعد أن يقوم بمشاهدة حلقات الدورة وأن يجتاز الامتحان الذي سيعقد في نهاية هذه الدورة نتمنى لكم النفع والسدادة والتوفيق كان معكم سويفي فتحي أحمد محاضر جامعي ومدرب معلم العربية للناطقين بغيرها والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر